بسم الله الرحمن الرحيم نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض وناقض اسم فاعل لغير العاقل يجمع على ثوائل ونواقض الوضوء مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته الناقض الأول الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر وهما مخرجان معتادان والخارج منهما إما أن يكون معتادا كالبول والغائض والمني والمذي ونحو ذلك فينتقض الوضوء مطلقا بهذا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا وإما أن يكون الخارج غير معتاد من مخرج معتاد وهو القبل والدبر كأن يخرج الحصى أو الدود أو الشعر أو نحو ذلك اختلف الفقهاء إذا خرج هذا الخارج غير المعتاد وخرج وليس عليه نجاسة كالحصى خرج نظيفا ليس عليه نجاسة فاختلفوا هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء والراجح أنه ينقض الوضوء لأنه لا يخلو أن يلصق به أو يعلق به شيء من النجاسة الناقض الثاني الخارج من غير السبيلين من بقية البدن سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد لكن المخرج غير معتاد ينقسم هذا الخارج من غير السبيلين إلى قسمين البول والغائط فينتقض الوضوء بهما مطلقا سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لما سبق من عموم قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهذا يتصور في العمليات إذا انسد المخرج المعتاد أو عميل للشخص أو للإنسان عملية جراحية فقد يفتحون في البطن أو في الجنب فتحة لإخراج البول ونحو ذلك من هذا المكان فبخروج البول حتى لو لم يكن من السبيلين فإنه ينقض الوضوء والقسم الثاني من الخارج من غير السبيلين من بقية البدن هو ما كان غير البول والغائط كالدم والصديد ونحو ذلك فقالوا إن كان قليلا فلا ينقض وإن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء ثم يختلف الفقهاء في الكثير فالمرجح في الكثير إلى العرف فما تعارف عليه الناس أنه كثير فهو كثير وما تعارف عليه أنه قليل فهو قليل وإن كان في هذا تباين في وجهات نظر الناس لا ينضلط واستدلوا على أن الدم والصديد إذا كان كثيرا ينقض الوضوء بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضى وأيضا القياس على البول والغائط من حيث أنها فضلات نجسة تخرج من البدن وقيل أن غير البول والغائط الخارج من غير السبيلين هذا قول في المذهب اختاره ابن تيمية قيل لا ينقض الوضوء وقالوا لأن الأصل أن الطهارة تثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يرفع هذا الثبوت إلا بدليل شرعي فالأصل عدم النقض ومن الدعاء خلاف الأصل فعليه الدليل هذا فيما يتعلق بالناقض الثاني هناك مسألة مستجدة وهي الغسيل لمن الغسيل الكلى لمن أصيب بذلك هل يؤثر على الوضوء؟ قالوا هناك نوعان من الغسيل الغسيل الدموي والغسيل الدموي وهذا لا يؤثر في الوضوء والنوع الثاني الغسيل البروتيني قالوا هذا ينقض الوضوء وهذا اجتهاد من العلماء فهذه المسألة غسل أو غسيل الكلى وأثر على الوضوء من المستجدات في موضوع مسائل الطهارة الناقض الثالث زوال العقل وزوال العقل إما أن يزول بالكلية وإما أن يزول لمدة معينة فزوال العقل بالكلية يكون بالجنون وهذا ينقض الوضوء مطلقا لأن المجنون لا يعقل ولا يحس بما يخرج منه فينتقض وضوء بهذا الجنون سواء كان طويلا يعني فترة الجنون سواء كان طويلة أو قصيرة الثاني هو أن يزول العقل لمدة معينة بسبب من الأسباب كالنوم والإغماء والسكر ونحو ذلك فالفقهاء يرون أن زوال العقل لفترة معينة بالإغماء أو بالسكر وما أشبه ذلك ينقض الوضوء واختلفوا في النوم هل النوم ناقض للوضوء أم لا اختلفوا إلى ثلاث أقوال القول الأول أنه ينقض الوضوء سواء كان النوم يسيرا أو كثيرا لأن لأنه مظنة خروج الحدث الحدث ولا يفرق بين يسيره وبين كثيره والقول الثاني قالوا أنه لا ينقض مطلقا أن النوم لا ينقض مطلقا لا قليله ولا كثيره واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم ينامون فيقومون ولا يعيدون الوضوء ولم ترد نصوص أن النوم ناقض للوضوء القول الثالث في هل النوم ناقض الوضوء القول الثالث أنه ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان يسيرا وحملوا اليسير على ما كان يحدث من الصحابة أنها كانت تخفق رؤوسهم ينتظرون صلاة العشاء فيقومون إلى الصلاة ولا يتوضأون والكثير لأنه لا يشعر بمن حوله وبمن يدخل فهو ما ظنت أن يخرج منه ما ينقض وضوءه فيغلب نقض الوضوء في هذه الحالة الناقض الرابع مس ذكر آدمي أو قبل من امرأة وهذا له قيود نذكرها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر